اهلا وسهلا فيكم من الجديد ضفتنا هلا الدكتورة مونة قعوار وهي استشارية طب الأطفال والمسالك البولية وحديثين ولادة متأسفة ولكن اليوم رح تحكي لنا عن التهاب البول ولكن هالمرة لدى الأطفال أهلا وسهلا فيك دكتورة أهلا وسهلا دكتورة صباح الخير صباح النور لو سمحتين مبدئيا تحكي لنا ليه اخترتي هذا الموضوع للحديث عنه نعم أول شيء بالسباحي بأصبح على الجمهور صباح الخير صباح الخير لكم شكرا أنكم صدفتوني أهلا وسهلا الحقيقة أنا حبيت أحكي عن هذا الموضوع لأنه ممكن أنه التهاب البول عند الأطفال بيختلف عن الكبار من حيث الأعراض من حيث العلاج ومن حيث المضاعفات ممكن يكون مخفي جدا ومش مبين ويترك أثار سلبية على الكلة من ارتداد البول وهبوط فشل كلوي وندبات بالكلية وهو يكون ما عنده أعراض نهائي مش مبينة وإحنا منكتشف أن الطفل عنده فشل كلوي من سببه ارتداد البول والتهاب البول وإحنا مش عارفين نعم جميل جدا يعني ممكن موضوع خطير ممكن يكون أنه فعلا هناك في التهاب بول وممكن يكون واصل لمراحل ولكن الهل مش محظين لأنه ما فيه أعراض واضحة بتكون نعم أو أنه فيه أعراض ومست يعني ما بيانت حني طب دكتورة عرفين لنا التهاب البول ولا لدى الأطفال خصوصا يعني خلينا نحكي نعم هلأ التهاب البول هو وجود جرثومة عادة وحدة عددها خمسين ألف ماشي الحال لكن لازم نكون أنه اتاخدت العينة بطريقة صحيحة يعني كيف طريقة صحيحة يعني مش ملوثة العينة لما اتاخدت هلأ بحب أحكي لكم كيف نأخذ العينة إذا بتحبوا أحكي هلأ العينة لازم أول إشي تنظف مزبوط من منطقة تبعات البول من الأمام إلى الخلف بماء نظيف وصابون ثم إذا الطفل بيبول بيفهم علينا يعني عمره 3-4 سنين منخلي أول إشي يبول أول البول خارج الأزازة العبوة اللي من المعاقمة اللي بناخدها للفحص وبنص البول يحط العينة هذا بنسمي إحنا mid stream urine culture هاي مهمة هاي بتطلع صحيحة هلأ إذا الطفل ما بيفهم علينا ولساته صغير ممكن ناخد له bag sample bag يعني منعقب المنطقة كويس مننظفها منحط كيس معقم ومناخد عينة البول لكن مشكلتها هذه إنه ممكن يكون فيها تلوث نسبة كبيرة يعني ممكن تصل لـ 88% لكن إذا تطلع بها هي العينة بهذا bag sample ما فيه التهاب بول معناتها صحيحة 100% إنه ما فيه التهاب بول هلأ عند الأطفال ممكن كمان طريقة ممتازة جداً منسميها clean catch sample يعني منخلي الطفل يبول ومنحط الأزازة clean catch يعني منحط streamed ball خليه يدخل بالأزازة وناخد العينة فيه طريقتين نظلوا ثانياً واحدة إنه ممكن نجيب catheter اللي هو أنبوب معقم وندخل بالإحليل اللي هي باليورثرة وناخد العينة طبعاً بعد تنظيف المنطقة بتعقيم كامل لكن هاي مؤلمة وما منفضلها ممكن تعمل تجرح الطفل وتعمل التهاب الآن الآخر طريقة اللي هي الخامسة الآن إحنا الأطباء الطفل اللي عمره أقل من سنة أفضل طريقة ناخد فيها عينة البول هي منسميها super pubic uran culture اللي هي مناخد إحنا منعقم منطقة فوق المثاني من أسفل بطن الطفل ناخد نصف سنتي تقريباً فوق العدم ومنسحب عينة بزاوية 45 درجة بعد تعقيم المنطقة طبعاً منكون لابسين كفوف معقمة وعقمنا المنطقة منسحبها بالسيرنج وهاي معقمة 100% بتعطينا نتيجة سليمة 100% لوجود اعتهاب البول دكتور أديش الوقت بالنسبة إذا الأهالي بتطروا ياخدوا العينات في البيت وادوها للمخطوة معانا ساعة لكن إذا بدأ طول أكتر يفضل له نحطها بالثلج نحط العبوة بالثلج هلأ بس فيه شغلة بحيب أحكيها مهمة هلأ عند الكبار بعمل عادة الشخص فحص بول عادي اللي هو يوران أناليسيس إذا طلع فيه التهاب نعتبره التهاب عند الأطفال فيه شغلة مهمة إنه ممكن يكون فحص البول اللي هو اليوران أناليسيس طبيعي لكن فيه التهاب بول فكل طفل لازم نعمل زراعة مرات ما بيبين إنه فيه كوريات دم بيض بالعينة لازم نعمل زراعة يعني تنين فحص عادي يوران أناليسيس ويوران كالتشار اللي هو زراعة طب دكتورة خبرينه شو أسباب التهاب بالبول عند الأطفال نعم هلأ فيه أسباب كثيرة هلأ فيه بهمنا أول إش نعرف فيه ممكن يكون تشوهات خلقية بالجهاز البولي إنه مثلا تسكير بمجاري البولية أو حصو أو إنه تشوهات خلقية لكن فيه إشي إحنا منسميه ريسك فاكتورز اللي هو عند الأولاد والبنات هلأ ريسك فاكتورز يعني ممكن أهم الشغلة منركز عليها اللي هي تنظيف الهايجين اللي هي النظافة إنه لازم الطفل يوميا يتشطف ما يصبون معاقمة من الأمام إلى الخلف هاي الشغلة تمنع التهاب البول الشغلة الثانية مهم إنه يشرب سوائل كتير شغلة الثالثة إنه سوري لما بروح الطفل على الحمام للبراز لازم طريقة التنظيف التمسيح من الأمام إلى الخلف مش بالعكس لأنه التهاب البول معظمه سببه ascending infection يعني بطلع الالتهاب من الخارج من منطقة الجهاز البولي الخارجي بطلع على الإحليل والمثاني وبطلع على الكلا فمهم جدا النظافة وفيه شغلة كمان كتير مهمة الناس ما بنتبهو لها اللي هو الإمساك الطفل إذا عنده إمساك بحشر البول بالمثاني وبعمل stasis اللي هو تجمع وبعمل التهاب فمهمة كتير إنه إذا عندنا التهاب البول مش قادرين نعالجه نعالج الإمساك أولا ثم نعالج التهاب البول يعني دكتورة حضرتك ذكرت بالنسبة للتنظيف يعني الأطفال اللي بغيروا الحفاظات ما بكفي التنظيف بالويت وايبس أو هي الملدي المعقمة يفضل تشطيف يفضل تشطيف ولا حتى مي لحال لا مي وصابون مي وصابون ومن الأمام إلى الخلف كل مرة يعني كان براز أو كان بول عادي لا بول عادي ممكن بالويت وايبس بس إذا كان براز لازم تشطيف بمي وصابون من الأمام إلى الخلف ثم تنشيف الطفل مظبوط كل مرة عن تغيير كل حفاظة كل غير وكمان كنت أذكر عن نوع الصابون دكتورة يعني نوع الصابون المستخدم هل هو الصابون العادي ولا لازم ما بيقفر ما بيقفر ما بيقفر لكن إذا بنأخذ عين تبول لفضل أنه صابون معاقم طبي تمام لأننا نحكي بشكل عام دكتورة يعني كنصيحة بشكل عام يعني ما بدنا نأخذ عين تبول بالحياة اليومية هل الأم يجب أن تستخدم الماء والصابون كل مرة بالنسبة للطفل لما تغير له الحفاظات أو العم نعم خصوصا إن زعام البراز يفضل ما يقصبون كل مرة نعم طب قبل ما نروح لأعراض الالتهاب الول أنت حكيتي عن الإمساك كيف نقدر نعرف أن الطفل عنده إمساك يعني كم مرة لازم يخرج باليوم عشان أنا أعرف أنه ابني ما عنده إمساك هلأ ما عنده إمساك بيخرج طبيعي يعني أول إشي يخرج يعني يومي شوفي يومي أو يوم بعد يوم والبراز بيكون طري يعني لو مرة باليوم لا يعتبر الإمساك لا يعتبر الإمساك هلأ إذا كان ثلاث أربع مرات ما بيخرج ولما بيخرج كتير بيكون جامد وبتوجع وبتدايق هذا إمساك هذا بيعمل التهاب الول هم جدا طب نروح للأعراض إيش أعراض التهاب الول عشان أعرف أن الطفل مصاب بالتهاب الول نعم هلأ شوفي الأعراض نعم الأعراض حسب العمر هلأ العمر من ثلث أربع سنين وفوق ممكن يشكي من قلم بالبطن ممكن يشكي من حرقة بالبول لما يبول بيروح كتير على الحمام بيروح بيبول شوي برجع ما بيكمل برجع بشكي برجع بيروح وممكن كمان نايت واتنج بد واتنج يصير يبول على حاله إنه إذا الطفل كان نضيف مثلا نضف على عمر ثلث أربع سنين ورجع يبول على حاله لازم نفكر بالتهاب بول لازم نعمل فحص بول عرفت كيف؟ طبعا حرارة ممكن هلأ أي حرارة هاي الشغلة بيركز عليها أي حرارة بالطفل ما عنده سبب لارتفاع الحرارة لا لواز ولا التهاب أدان ولا التهاب أمعاء لازم نفكر بالتهاب البول ناخد عينه بطريقة صحيحة حتى نشخصه ونعالجه هلأ هذه الأعراض بالطفل اللي بيفهم ثلث أربع سنينه قدام هلأ الطفل اللي تحت السنة ممكن الأعراض تكون مخفية عشان هيك بيقولك من عمر شهرين لسنتين مهم جدا أي حرارة من غير السبب بيكون التهاب بول ممكن يكون التهاب بالدم وعامل التهاب البول هلأ الأعراض بهذا العمر حرارة بس نكد الطفل بيكون منكد بيبكي كتير مش مرتاح ما بيرضع كويس بيراجع بسهل بنتفخ بطنه هاي كلها لازم نفكر إنه التهاب البول نعم نعم يعني دكتورا أنت بالتصنيف بتحطي التهاب البول دايريكت بعد الأعراض العادية أو الالتهابات العادية اللي متعودين عليها مثل الحلق مثل الدينين أو أحيانا عندي التسنين لازم حق ببالنا التهاب البول مهم جدا تمام أو أحيانا عندي التسنين لن ما أرزم الأطفال بترتفع درجة حلقتهم نعم بس للا التسنين ما بعمل حرارة عالية لازم هاي مقولة بخربط وفيها الأهل التسنين ممكن تعمل حرارة بس تمنية وثلاثين وثلاثين نص أما أعلى من هيك موش من التسنين لازم ندور على سبب في أسباب تانية طب نأتي للموضوع المهم العلاج يعني إحنا هلأ كشش شخصنا طلع في التهاب البول شو العلاجات عادة يتقدم للطفل المصاب بالتهاب البول هلأ شوفي عادة الطفل الصغير اللي أقل من سنة لازم يدخل المستشفى ويأخذ علاج بالمضاد الحيوي بالوريد هذا لازم يأخذ بالوريد هلأ علاج التهاب البول عادة بين أسبوع لعشر أيام إلا إذا هلأ طلع الالتهاب بين المثاني هلأ في أكتر بالنوع في إيجاب التهاب بالمثاني في التهاب بحوض الكلية اللي هو بيكون طالع لفوق الالتهاب ممكن يعمل خرجات بالكلية نفسها ويعمل ارتداد البول هلأ هذا الالتهاب بنسمي إحنا بيلونيفراتيس ممكن نعالجه بين عشر أيام لأسبوعين هاي علاجه طبعا بمضاد حيوي لكن الطفل الكبير أي التهاب بنشوف إحنا الزراعة البول بيبين لنا الجرثومة اللي طلعت حساسة لأي دواء ومنعطي الدواء حسب الحساسية منعالجها طبعا أول ما يعطي الطفل العينة الزراعة عادة تم تستنى يومين ثلاثة إلى تطلع احنا منبلش على علاج إذا تحسن منكمل ما تحسن منشوف نتيجة الزراعة منشوف لأيش حساس الجرثومة ومنغير نوع المضاد الحيوي ومنكمل له علاج بين أسبوع لعشر أيام نعم دكتور بدأ أسألك لو سمحت عن طبيعة الأكل هل في أنواع أكل معينة ممكن أنها تأدي لألتهاب بول أو مثلا السوائل أو قلة شرب المياه أو مياه ملوثة ممكن نعم قلة شرب المياه مهمة هاي سبب بألتهاب البول عرفتها رأي مهم جدا برضه في الشغلة نسيت أني أذكرها أنه لبس الأندروير اللي هي الغيرات الداخلية يكون شعدد كثير على الطفل كمان ممكن يعمل إلتهاب بول نوعيتها مش قطنية نايلون أو إشي ممكن يعمل إلتهاب بول طب إيش بأثر يعني ليه إذا لبس قطني ممكن يعرق الطفل يزيد عليه نسبة الرطوبة ويعمل إلتهاب بول معناته هيك النظافة حتى الشخصية بأنه تغيير الأندروير أو الملابس الداخلية يومي المفروض يكون للأطفال لأنه ممكن يكون عليه جراثيم طب دكتورة المضاعفات اللي ممكن أنها تأدي يعني بعد ما يصير عنده إلتهاب بول إذا تركنا إيش فيه مضاعفات ممكن تأثر نعم المضاعفات لاحظوا أنه نسبة 40% من إلتهاب البول ممكن يعمل إرتداد بول عند الأطفال شو يعني إلتداد البول بالإنجليز اللي هو اللي هو أن البول لما بيبول الطفل نسبة من البول بترتد من المثاني وبتطلع فوق من خلال الحالة وبتصل حوض الكلية هلأ هذا إرتداد البول مهم جدا أنه ما يكون موجود وإذا كان إنه نعالجه لأنه إرتداد البول هذا إذا وجد ممكن يعمل إلتهابات بحوض الكلية ويخرب الكلية ويعمل ندبات وليتر أون ممكن يعمل فشل كلوي وإحنا مش عارفين ويكون مخفي هلأ لاحظوا أهم سبب من فشل الكلوي عند الأطفال أنه إرتداد البول اللي بيكون مخفي أسباب كتيرة وما بيّنت طبعا في أسباب كتيرة غير الإلتهاب لإرتداد البول ممكن مثاني عصبية ممكن الطفل اللي بيخلق خلقيا عنده فتحة بظهره شلل بالأطراف وبيأثر على العصاب طبعون المثاني إن البول ما بينزل دايما بيضل بالمثاني وبيطلع لفوق للكيلة نعم نعم بالنسبة للإلتهاب دكتورة هو كل ما أسرعنا بتشخيصه كل ما كان علاجه أسهل مثل معظم الأمراض أو لا؟ نعم طبعا طبعا لازم دغري تعالج جميل بس أنا أصد بالنسبة للتشخيص المبكر يعني إذا الأهل اكتشفوا أنه في موجود إلتهاب بول وممكن يكون هو من النوع الارتدادي ممكن يكون علاجه أسهل ويأخذ وقت أهل نعم هلأ ارتداد خمسة أنواع بدي أحكي لك هلأ البول لما برتد للكيلة شرعي أثناء الحالب هلأ ممكن أول إشيء يرتد وما يأثر على الحالب فيه خمس درجات ممكن درجة تانية يرتد ويوصل لحوض الكلية ممكن يوصل أكتر من هيك ممكن يصير يعمل تشوهات بالحالب يصير توسعات بالحالب وآخر إشي ممكن توسعات بحوض الكلية هلأ كلما شخصنا بكير بيكون درجة الارتداد أقل شايف فعلاجه سهل علاجه أنه منعطي مضاد حيوي كل يوم كل يوم بالطفل قبل ما ينام منعطيه معلقة طبعا نحسب له الجرعة ربع الجرعة تبع الدواء تبع التهاب البول بيأخذه يوميا قبل ما ينام هذا بحمي الطفل إنه هذا الارتداد ما يسبب التهابات بحوض الكلية ما يأثر على حوض الكلية هلأ إذا كان نسبة الارتداد عالية درجة خامسة وفوق بده عملية جراحية اللي هو زراعة حالب تمام تنعمل وهذا بحمي الكلية وبيحمي الاتهام طب حضرتك دكتورة ذكرت أنه أحيانا بيكون في تشوهات خلقية أصلا بالإحليل ممكن يكون يعني متضيق معناته هذا الحكي رح يضل مزمن وضحل وضل معطو الحياة ولا فيه إلو علاج للنور نعمل عمليات توسيع وعمليات جراحية إذا فيه مشاكل خلقية خصوصا عند الولاد تمام هلأ بس بحب أحكي إنه إحنا أي لما منشخص التهاب بول مهم جدا نعمل دايما ألترا ساوند صورة تلفزيونية لالكيلة والمثاني هلأ لازم نتأكد إنه ما فيه تشوهات خلقية لأنه فيه نسبة كبيرة من التهاب البول بيكون سببها تشوهات خلقية أو تسكير إذا لقينا فيه سبب لازم ندغل نروح نعمل الصورة تبعت الارتداد نعم وفيه لترون كمان منعمل إشي اسمه دمسا سكان اللي هي صورة بتبين هل فيه ندبات بالكلية هل التهاب البول والارتداد أثر على الكيلة ونسبتها قديش بالكلة نعم جميل جدا شكرا جزيلا دكتورة نعم دكتورة ياتك العافية بتفوقع نحنا يعني غطينا الموضوع بكل جوانبو شكرا لك معلومات الوفيدة وإن شاء الله رب العالمين مصدفك في مرات قادمة ومنحكي أكتر عن موضوع شكرا لكم أحلى صحيح فيك أحب أشكركم برنامج دنيا دنيا والله وفقكم شكرا كتير شكرا لك شكرا جزيلا